ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله السلطة الإسبانية والتي وجدت نفسها في مواجهة طوفان بشاري تاريخي غير مسبوق قامت باستدعاء وحدات الجيش المرابط بالتغر المحتلة حيث نزل عشرات الجنود المسلحين والمضرعات العسكرية إلى الشاطئ في محاولة يائسة لمنع آلاف المهاجرين من العبور وأضاف الإعلام المحلي أن المهاجرين قاموا برجم عناصر الشرطة والجيش بالحجارة لإجبارها على الإبتعاد وفتح الطريق أمام الجحافل التي لا تنتهي واعتبرت ذات المصادر أن السلطات المغربية أظهرت ببساطة لنظيرتها الإسبانية أهمية الدورة التي تلعبه الرباط لتوفر الأمن والاستقرار للبلد الأوروبي في الوقت الذي اختارت فيه حكومة بيدرو سانجيز المغامرة بالتضحية بالتعاون التنائي بين البلدين عقب استقبالها السر المستفز لزعيم جبهة البوليساريو نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب